لو قلتلك أوحش كومنت أو أوحش تعليق جالك كان إيه سمعي الناس خليهم يعرفوا ما بيوجعوا بعض إزاي لو حد مثلا مش شايفني من وشي شايفني من ظهري يعكس أول ما يشوف وشي استخفى الله العظيم يا رب لا إله إلا الله حياتي وقفت أنا كمان طب إنت عرفت أنا مريت بإيه علشان تقدر تقولي الكلام الوحش ده تخيالي تخيالي وإن أي حد معرض لده في أي لحظة خلي بالك يا مال مش كبير على حد أي حد معرض لأي حاجة من ديه في أي لحظة ده قضاء وقدر ده ربنا بيختبر صبرك وبيبتلي عباده يعني بيديك أصعب معركة دي معركة صعبة جدا مش أي حد يرى فيعيش بيها أعدتي بعد قديبة أمتي بقى على رجل كلتي لأ أنا أروح الجمعة يعني هروح الجمعة ضيعت من حياتي سنتين عشان كلام الناس سنتين بحالهم ضوا من حياتي كان ممكن أقدر أخلص فيهم دراستي كان ممكن أقدر أبتدي في أحلامي اللي أنا ركنتها سنتين كنتي قاعدة في البيت ما بتعمليش أي حاجة يا مانيل خالص غير إن أنا روح المستشفى لو في عملية هعملها في علاج في علاج طبيعي عملت كم عملية يا مانيل عداهم صح؟ يعني أنا عملت 27 عملية في خلال 16 سنة وآخر سنتين دول وصل لـ 37 37 عملية؟ بالليزر أو الحاجاتي بتاعت التأم الجروح؟ طيب مانيل لما بتشوفي صورتك القديمة بتقولي إيه؟ يعني أدوقتي أنا شايفة واحدة أنا شايفة أمر والله العظيم ما بجمل ورب يشهد أنا شايفة أمر أنا مش شايفة أن فيه أي حاجة أنا بقول الحمد لله جدا لأن أنا قدرت أتخطى المراحل دي كلها لأن المراحل دي كل مرحلة فيهم كانت صعبة جدا وما زالت الصعوبة والله